السلام عليكم معكم هشام واليوم عندنا فيديو سريع ناخد فيه نظرة مبدئية على الويندوز 11 أحدث اصدار من نظام تشغيل ويندوز ولي تم الاعلان عنه تقريبا قبل اسبوعين جربت نظام التشغيل تقريبا لمدة اسبوع او عشر ايام حاليا واليوم حنشارككم بخلاصة لتجربتي ليه ونعطيكم ايضا اهم المميزات اللي حتشوفوها في نظام تشغيل الويندوز 11 اذا تريد تعرف جهازك سيقبل الويندوز 11 او لا سوف تقريبا رابط في وصف الفيديو تضغط عليه تحمل البرنامج وعن طريقة سيقول لك هل جهازك متوافق مع الويندوز 11 او لا اما الآن من غير ما اطول عليكم سنبدو بفيديو اليوم هذه الواجهة الرئيسية للويندوز 11 وزي ما انتم شايفين في اختلافات بسيطة تشعر ان الواجهة كلين اكتر او نظيفة اكتر وتشعر انها فيها تعقيدات كبيرة زي اللي احيانا كنا نشوفه فيه في السابق خصوصا مع وجود العديد من الازرار وايضا شريط البحث الموجود كان تحت فهني كل شيء موجود في المنتصف ممكن طبعا اتحول الاشياء هذه الى الجهة اليسرى كما في السابق ولكن نحسها بشيء جديد الافضل انك انت ادخل لمكانهم موجود في المنتصف وهني عندنا start menu او قائمة ابدا وزي ما انتم ملاحظين طبعا تغيرت جدا عن السابق لو تريد تشوف كاملة التطبيقات تضغط على all apps وبعدها ترجع الخلف واستغربت ان لقيت الماسنجر فيسبوك ماسنجر موجود هنا المفروض يكون المايكروسوفت تيمس ان هو هيكون التطبيق الرئيسي ولكن طبعا عارفين ان هذه البلد هي developer build او نسخة المطورين فهي مش النسخة الكاملة اللي هتنزل في الاجهزة لما يتوفر الويندوز 11 بشكل رسمي قائمة الاعدادات ما نحسش فيها اختلفت كثيرا عن السابق يعني هنا اقفال واللوج اوت من الجهاز عن طريق هذا الزر ايضا هنا هنا search او البحث اصبح 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 يعني اذا حد ما شكله انيق اكتر من السابق فيه هنا طبعا القائمة جديدة الخاصة بالديستوب فانت ممكن تحدد اكتر من ديستوب برس بمثال تفتح ديستوب جديد او ثالث وكل واحد من هادم تحط فيه مثلا نوافد معينة فممكن تخلي هذا للعمل الشخصي وهذا للعمل وهذا للعائلة وما الى ذلك فتحط فيه نوافد تختلف عن الاشياء ممكن تحط فيه مثلا تفتح فيسبوك وتويتر هنا وهي تحط مثلا الاؤتلوك والاشياء اللي خاصة بالشغل يعني على حسنا راحتك في عن الودجت ايضا الودجت شيء جديد اه يختلف عنه كان موجود في الويندوز سيفن فممكن تشوف فيه اخر الاخبار الطقس وممكن طبعا مثلا شيء هذا انت متحباش على سبيل المالي سوبر ماركت فانت ممكن تضغط على وبعين تشيلها او ممكن حتى اتحدد او اتخصص الاشياء اللي انت اتهمك هنا يعطيك الاشياء اللي انت تفضلها واللي انت متلا ما تحبهاش ممكن تشيلها فزي ما انتم شايفين هنا تجد تشوفوا الاخبار الرياضة مثلا اي شي انتم بتحبوه تطلعوا عليه واي شي انتم ما تحبوش ممكن تشيله زي ما انتم شفتوا هنا كانت الويندوز موجودة في هذه الجهلة اواني افتحت مثلا ويندوز تانية حتطلع في النص ولكن ممكن ان ننظمها بطريقة جميلة جدا تمشي لهذا الزر التكبير وهنا يعطيك مجموعة layout او خيارات فممكن نحط الويندو هذه على الجهة اليسرى ممكن نفتح الage هنا ممكن على سبيل المثال نفتح مكان ثاني مثلا على الديستوب على سبيل المثال ونحط في هذه الجهة وهكذا فبصراحة شي جميل هذا نعجبني جدا ان كنت تستطيع تكسم الشاشة الى 4 قسام او 3 او 2 فشي هذا بصراحة جدا جدا جميل واحدة من اهم مزايا الويندوز 11 ايضا في ميزة تشغيل تطبيقات الاندرويد مازال طبعا مش متوفرة في النسخة هذه ولكن المفروض انك انت لما تمشي لمايكروسوفت ستور هتلاقي في تطبيق ثاني خاص بالامازون ويب ستور وعن طريقة ممكن انت تنزل تطبيقات الاندرويد ولكن طبعا هذا اللمه يتوفر ان شاء الله هنجربوه مع بعض بالنسبة لقائمة الاشعارات ما اختلفتش كثيرا عن السابق وايضا الاعدادات الرئيسية ممكن تلقى هنا ممكن تضغط على expand بحيث انك انت تكبرها ايضا لدينا الايقونات اللي متعارفة عليها هنا اذا ما قلت لكم الشيء عن التطبيقات ممكن انت تضغط على setting وتغير مكانهم من center تخليه left فعلى طول يمشوا الى الجهة اليسرى ولكني حبيت مكانهم بصراحة في المنتصف فتقريبا كان هذا كل شيء بالنسبة للويندوز 11 انا ننتظر طبعا وصولها رسميا على الاجهزة وهو مفروض يكون متوفر على معظم الاجهزة اللي فاها ويندوز 10 حاليا فمعظم الاجهزة جديدة نتوقع مثلا اللي عمرها 3 الى 4 سنين حيوصلها الويندوز 11 بدون اي مشاكل ولكن في بعض الاجهزة مش هيوصلها وعلى حسب فضروري انت تمشي لموقع خاص بمايكروسوفت وتنزل اداة الى pc checker وبعدها عن طريقها تعرف هل جهازك حيوصلها الويندوز 11 او لا وربط هذه الاداء ان شاء الله هنخليه في وصف الفيديو كان هذا كل شيء من نفس الفيديو اليوم اتمنى يكون اعجبكم ولو اعجبكم لا تدعمونا بشير لايك وسبسكرايب ايضا يلا يتبعاني على تويتر فيسبوك وانستغرام شكرا نزيدنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وحبكم في الله